نظمت وزارة الصحة حلقة نقاشية عبر تقنية الاجتماع الافتراضي حول استراتيجية السمنة في عمان بالتعاون مع الفيدرالية العالمية للسمنة اجتملت الحلقة على ثلاث جلسات نقاشية تضمنت الفرص والتحديات والتوصيات وذلك لتحسين خدمات علاج السمنة وإدارتها بما يتماشى مع التوصيات الصحية كما تم استعراض أهم المحددات الوبائية ووضع تنفيذ البرامج والمبادرات التي تهدف إلى التعامل مع تحديات السمنة في السلطنة إضافة إلى مراجعة التوصيات الإقريمية لعلاج وإدارة السمنة لدى البالغين في منطقة الخليج العربي ولبنان والتي سبقا تم إطلاقها في أكتوبر من العام الماضي رعى الحلقة مع للدكتور أحمد محمد السعيدي وزير الصحة شكرا